2018 دخل علينا نفس دخلة كريستيانو عليوفينتوس فيطرى هتقفل نفس القفلة برضو؟ لا الحقيقة هي كانت أقرب لدخلة إسلام محارب على الدخلية 2018 كانت سنة فقيرة وضعيفة سينمائيا نسبة التنوع فيها ما كانتش كبيرة وعشان نختار فيلم متميز من كل تصنيف حنتعم الوضع كان سيء لدرجة إن فيه أفلام حنتكلم عنها في الحلقة دي يا دوب فلتت من إنها تتواجد في أيمة أسوأ أفلام في 2018 اختيار 10 أفلام في الأيمة الرسمية و 5 أفلام في الأيمة الشرفية ما كانش سهل على الإطلاق أعتقد إن بحاول أقول كل سنة وإنتوا طيبين وإن شاء الله 2019 تكون أحسن شوية التحذرات اللي إنتوا عارفينها بقى بتاعت كل سنة الحلقة دي حلقة تفضيلات شخصية ومش شرط تكون متنسقة مع التقييمات اللي خدتها الأفلام دي في حلقات المراجعات بتاعتها وطبعا فيه أفلام مهمة ما شفتهاش يمكن لما أشوفها أكتشف إنها كانت أحق من أفلام تانية بما كان في الأيمة دي بس أنتوا على تويتر وعلى فيسبوك وفي كل مكان عمالين تطلبوا الحلقة دي من التصنيفات اللي عانت جدا في 2018 كانت أفلام الأكشن وأغلبهم كانوا غرقانين في المؤثرات البصرية بدون أي مجهود يذكر على مستوى الأفكار أو الإخراج يمكن الاستثناء الوحيد كان Mission Impossible Fallout اللي كان عنده قصة متماسكة كان عنده فريق بطولة رائع كان عنده إخراج جميل جدا وكان ميال أكتر للمدرسة كلاسيكية في تصميم مشاهد الأكشن والاشتباكات آه طبعا استفاد جدا من المؤثرات والخدع ولكنها ما كانتش العامل الأبرز في المشاهد المهمة كل ده ومقدرش أقول إن Fallout كان أفضل فيلم في تاريخ Mission Impossible مثلا ولكني أتمنى إن فريق العمل ده يرجع تاني في الجزء التالي فيلم Upgrade كان من أجمل مفاجآت السنة دي لأنه تمتع بقدر كبير من الأصالة على مستوى الفكرة والتنفيذ الفيلم خلانا نشغل مخنا ونفكر وإدانا وجبة غنية جدا بالإثارة وبالكوميديا كمان وأعتقد إن فيلم زي ده حيخلينا في 2019 ندور بحرص كبير شوية ما بين الجواهر بتاعت الأفلام المستقلة نتحرك من السينما المستقلة لأفنجرز انفينيتي وور شخصيا أضخم إنتاج في السنة كلها وطبعا واحد من أمتع الأوقات اللي قضيتها في السينما الفيلم ده كان فيه كل حاجة يا جماعة بس أعتقد إنه فاجئنا بعنصر الصدمة بالتحديد ورفع سقف التوقعات والترقب لفيلم Endgame لدرجة فوق الخيال هيريد تاري واحد من فيلمين رعب موجودين معانا في القيمة وعلى الرغم من إن الفيلمين قيمين جدا على مستوى المقاييس الدرامية والفنية ولكن في النهاية هم فعلا كانوا بيخوفوا وهيريد تاري كان بيخوف أكتر للأسف أنا ما راجعتش الفيلم ده لأن النسخة اللي شفتها في السينما كانت متقطعة لدرجة الشلفطة والغاية دلوقتي أنا مش قادر أفهم مين اللي عمل كده وعملوا ليه ولما شفت النسخة الكاملة كان وقت الفيلم عدى خلاص وفي تقديري الشخصي أداء توني كولات في الفيلم ده هو أفضل أداء نسائي في دور رئيسي في 2018 المركز السادس حيروح لفيلم ماندي تاني مفاجآت السينما المستقلة اللي جايلنا من القب الروحي للخذلان نفسه نيكلس كيج تجربة سينمائية غنية جدا مليانة جنون وعنف وفي نفس الوقت مليانة إسقطاته رسائل حادة جدا على الواقع السياسي وأداء رائع جدا من نيكلس كيج لو فيه شوية عدل في الدنيا أعتقد أنه لازم ينال بعض التقدير في المسم الجوائز نتحرك بعد كده لفيلم رادي بلاير 1 اللي ادانا أمل كذاب في بداية السنة فيلم شاهد ترقب كبير جدا ونجح في أنه يكون عند مستوى التوقعات عودت ستيفن سبيلبرج للخيال العلمي بأكبر تكريم لعلامات الثقافة الشعبية ويفضل الجزء الخاص بفيلم The Shining واحد من أجمد الحاجات اللي شفتها السنة دي بالإضافة لستيفن سبيلبرج 2018 شاهدت عودة ألفونسو كورون بفيلم روما دراما بدون حبكة بتدور في بداية السبعينات وبتستمر العدد من الشهور في حياة عائلة ميكسيكية الفيلم بيحكي قصة بسيطة جدا ولكنه بياخدنا في عدد من التسلسلات المبهرة أكتر فيلم واقعي ومقنع السنة دي بأداء تمثيلي مش شبه أي حاجة شفناها حقيقي ما كنتش ممكن أتصور أن قصة مسطحة زي دي ممكن تكسب كل الإعجاب ده مني المدالية البرونزية حتروح لأكتر فيلم كنت حاسس بالسعادة وأنا خارج منه وهو فيلم جرين بوك وده شيء غريب جدا لأن الفيلم ده بيتعامل مع مواضيع حساسة ومؤلمة إلى حد كبير ولكن الفضل في تميز الفيلم يرجع لطرفين البطولة وأداءهم الفريد والتناسق المبهر ما بينهم الفيلم ده كان ممكن ياخد مركز متقدم أكتر من كده كمان لولا المشكلة اللي شرحتها في مراجعة الفيلم والمتعلقة بترتيب فصوله أكتر من اللازم المدالية الفضية حتروح لتاني تواجد لأفلام الرعب في أيمتنا وA Quiet Place فيلم فيه نصيب كبير جدا من الشد العصبي والتوتر مع بناء درامي لا يتوقف لحد كلمة النهاية فيلم قدر يحول أكتر نقطة الناس كانت خايفة منها وهي دخلاه وهي نقطة غياب الحوار لأكبر ميزة موجودة فيه مش سهل أبدا أننا نلاقي فيلم فصول المواجهات والتوتر فيه متتابعة ومتلاحقة بالشكل ده ومع ذلك الأداء التمثيلي يكون متميز من الجميع وقبل ما نروح لأفضل فيلم في 2018 خلونا نعدي على أعضاء القائمة الشرفية تراب الماس واحد من الأفلام المصرية اللي للأسف قليلة جدا السنة دي اللي ممكن تتشاف The Ballad of Buster Scruggs هو أنا صحيح معرفتش راجعه إزاي بس يظل واحد من أفضل تجاره بالسنة Star is Born عشان ليه لأ يعني Venom والنعمة لسه عجبني لحد دلوقتي Deadpool 2 ببساطة كأفضل فيلم كوميدي في 2018 المركز الأول حيروح لفيلم Searching الفيلم الأحسن على مستوى التفضيل وعلى مستوى التقييم وعلى مستوى كل حاجة لغز اختفاء بيتحرك وبيتطور على عدد مبهر من المحاور والطبقات كلها غنية وكلها متمسكة وكلها بتنتصر لمحور الدراما أدق فيلم شفته في حياتي في نقل تفاصيل الحياة الاجتماعية الرقمية تحديات أداء من نوع خاص وأفضل منتاج بكل تأكيد دي كده اختياراتي الشخصية لأفضل أفلام في 2018 ولو حابين تشاركوا باختياراتكم الشخصية في التعليقات ياريت تعملوا كده بس أنا الحقيقة مهتم بحاجة مختلفة مع ملنهاش قبل كده أنا عاوز أعرف في رأيكم إيه هي أفضل حلقة من حلقات فيلم جامد في 2018 ياريت تساهموا باختياراتكم في الكومنس ياريت تعملوا شارعوا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وبي باي